مساء الخير اليوم راح اعمل معاكو بسكوت البيتيفور راح اعمل بطريقة سهلة وبسيطة قبل ما نبدأ في الفيديو اذا اول مرة بتشوفوني انا اسمي ولا ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير اذا اعجبكم الفيديو يلا نشوف المكونات وطريقة التحضير في البداية بحتاج الى كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة اذا كانت الزبدة سايحة كتير بدخلها التلاجة شوي بس مجرد تتناسك بدرب الزبدة والمضرب الكهربائي حتى يصير هشع ولونها يصير فاتح بضيف نصف كوب من السكر 80 جرام السكر البودرة لازم يكون مطحون ناعم كتير او يفضل استخدام السكر الجاهز استخدمت الكوب المعياري في المقاس مكتوب عليه ربع كوب بدرب السكر مع الزبدة وبنازل الجوانب كل شوي حتى تأكد ان كل السكر اختلت بالزبدة وداب وبضني اضرب المضرب الكهربائي حتى يصير الخليط كريمي بياخد حوالي 4 دقائق بضيف بيضة بدرجة حرارة الغرفة لازم تكون درجة حرارة الغرفة ويمكن استخدام 2 صفار بيض بدون البياض بس في حالة استخدام 2 صفار لازم اضيف نصف ملعقة صغيرة من البيكن بودر حتى تكون مادة رافعة بس انا راح استخدم بيضة هاعتبر البياض مادة رافعة وراح اضيف ملعقة كبيرة من الفانيلا يفضل استخدام الفانيلا السائلة لانها بتعطي مفعول اكتر من الفانيلا البودرة بضرب خليط البيض والسكر والزبدة مع بعض حتى تختفي البيضة تماما بستمر بالخلط لمدة دقيقة بضيف الطحين الطحين عبارة عن 2 كوب بالجرام 320 جرام بضيف الطحين بالتدريج راح اضيف رشة ملح بتعرفوا ان الملح بيعادل طعم اي حلويات او اي نوع بسكوت لازم ننخل اللطحين اقل اشي 3 مرات حتى يطلع البتفور ناعم كتير واخر اشي بسيب ملعقتين لانه اللطحين انواع فاحتمال ما احتاج كل الكمية بقلب اللطحين مع الزبدة تقليب بدون ما اعجن حتى ما يتحول الى عجين بمسك قطعة من العجين وبجرب اذا بتحتاج باقي اللطحين ولا لا طلعت العجين بتلزق فاضفت الملعقتين بخلط اللطحين مع الزبدة فاتأكد انه كل اللطحين اختلط حقسم المقدار الى نصفين النصف التاني راح اضيف الو اتنين ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة المنخول جيدا وملعقة كبيرة من الزبدة لانه الكاكاو راح ينشف العجين راح اخلط الكاكاو الزبدة مع عجينة البتفور واتأكد انه كل الكاكاو اختلط يمكن عمل البتفور بالفانيلا فقط او بالشوكولاتة او نص ونص حسب ما بتحبه هيك عزينة البتفور جاهزة العزينة البيضة وعزينة الشوكولاتة راح استخدم هاي الاقماع في التشكيل بطلع الهوى من القمع بضغط عليه وبطلع قطعة صغيرة في صينية بدون ما ادهانها زيت او زبدة راح اشكل البتفور البتفور بضغط على الاكيس الحنواني بهذا الشكل وبرفع حتى يتكون عندي وردات صغيرة عند تشكيل البتفور يمكن تخله القطعة خميلة شوي او ترفعوها حسب الرغبة بعمل هاي الحركة في الوردات استخدمت ملعاقة العسل بحطها في الاطحين وبضغط على الوردات حتى تصير حفرة صغيرة شايفين كيف العزين مساحة ومحافظة على شكلها بشكل الصينية التانية بعمل صوابع صغيرة وبعمل وردات نوع تاني بضغط على الوردات من النص بهذا الشكل بدخل البتفور فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 170 لمدة ربع ساعة بحمر الوجه أول بعدين بخبزها من تحت ولازم انتابع البتفور في الفرن حتى ما ينحرق هيك البتفور صار جاهز بطلعه من الفرن وبتركه يبرد تماماً وهي البتفور بعد ما برد شايفين كيف شكله زي ما هو متغير ولا ساح البتفور لأن العجينة كانت مصبوطة تماماً ولتزيير البتفور رح أستخدم الشوكولاتة البيضة والشوكولاتة البنية والفرماسيل الملون وقرات الشوكولاتة النعمة رح أدوب الشوكولاتة في حمام مائي أو في المايكروويب بتقدروا تستخدموا اللوز المطحون أو الجوز المطحون ويمكن استخدام المربع في التزيين وحشي البتفور بس أنا اكتفيت بالشوكولاتة بقدر أعمل القطع بدون حشي أو أستخدم قطع بيضة وبنية مع بعض وأحسين بالشوكولاتة طبعاً في أفكار كتير عديدة للبيتفور اللي بتحبوه بتقدروا تعملوه ويمكن تتخلي القطع البيتفور زي ما هي بدون تزيين الوصفة سهلة وبسيطة بس نتبع الخطوات الصحيحة بيطلع البيتفور ممتاز برجع أو بكرر لازم تكون الزبدة والبيض بدرجة حرارة الغرفة ويفضل استخدام الفانيلا السائلة بتعطي مفعول أكتر من البودرة عند تشكيل البيتفور إذا ما نزلت العجينة من الكيس الحلواني بسهولة بتكون العجينة قاسية ومحتاجها ملعقة صغيرة من الزبدة مش أكتر وإذا كانت سايحة كتير العجينة بتكون بضها شوية طحين وعند الخبز الأفضل أنه نخبز صونية صغيرة حتى نجرب إذا ساحت في الفرن بتكون محتاجها طحين وحتى نحافظ على شكل البيتفور بنقبز الوجه أول بعدين بنحمر من أسفل وهي كل الملاحظات اللي بتخلي البيتفور ناجح النوع اللي طحين اللي استخدمته متعدد الاستعمالات واستخدمت في القياس الأكواب المعيارية سعة 250 مل بكمل التزيين وبسيب الشوكولاتة تجمد قبل ما أحطه في صحن التقديم شايفين كيف شكل الوردات أكتر من رائع وطعمها ورحيتها بتشحي البيتفور كتير ناعم وبدوب في التم وراح أكتب في صندوق الوصف المكونات بالكوب والقرام أو أي سؤال حابين تسألوا اكتبوا لي في التعليقات إن شاء الله حرد عليكم بتمنى أنها تكون وصفة اليوم عجبتكم شكراً كتير لحسن المتابعة وبشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وصحتين وعافية الشكراً jakشونات شكراً شكراً شكراً